والحقيقة هؤلاء الأسرى الستة الذين تحرروا من سجن جلبوع عبر حفر نفق أرضي بالتأكيد أن كثير منكم تبح عبر قنوات أو مواقع أو كتابات هذا ما حدث في فلسطين المحتلة كانت صراحة رهي صدمة في إسرائيل صدمة حقيقية هناك كيف أن السجون هذه اللي يقولوا عليها أنها من أكثر سجون العالم أمنا وتحصينا استطاع ستة بعضهم بالمناسبة مسجون منذ ستة وتسعين خمسة وعشرين سنة واحد منهم الأول هذا محمود العارضة عمره ستة وربعين سنة اعتقال منذ ستة وتسعين الحكم مدى الحياة يعني قضى خمسة وعشرين سنة أكثر من عمره لما حكمه كان عمره ستة وعشرين سنة قضى خمسة وعشرين سنة هناك وعنده بن عمه أو قريب منه محمد العارضة أيضا محكوم منذ سنة 2002 يعقوب قادري محكوم منذ 2003 أيهم كمامجي محكوم منذ 2006 والأسيرين زكارية زبيدي ومناضر النفيعات منذ 2019 يعني بعضهم جاوز العشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة ومع ذلك بمغرفة ملعقة استطاعوا أن يحفروا ويخرجوا أطنان من التراب في سجون شديدة الحراسة شديدة التأمين شديدة يعني عندها آخر تكنولوجيا العالمية كي تكون كين الإرادة تقدر تروح بعيد تقدر بملعقة تخرج من سجون الاحتلال الاحتلال الإجرامي وعندما يكون عندك خمسة وعشرين سنة ما يقسش ما قالش خلاص أنا هنا راح نموت وانا انتهى الموضوع بقاق وفي النهاية خرجوا من حفرة صغيرة وظللوا الرقابة الإلكترونية وظللوا السجان الإسرائيلي فيه هجوم رهيب اليوم على هذه دائرة السجون في ما يسمى بإسرائيل وطبعا الحاجة اللي يجب أن نعترف بها ونكونوا منصفين حتى معاد الكائل الإسرائيلي لأنه عنده إعلام خر وعنده مؤسسات حقيقية وعنده حياة جمعوية وديمقراطية حقيقية ولذلك هما لما سرات هذه ما يقطعوهاش وقالوا لا وهذه مش صح أو أي كلام يعني لا لا جاوب أرومي حاسبه ستسقط فيها رؤوس هناك في الكائل الإسرائيلي كيف استطاع هؤلاء الستة وبعضهم عنده أكثر من عشرين سنة سجن كيف استطاعوا أن بملعقة يتداولوا عليها لعدة أشهر كان يقولوا ثلاث سنين وكان يقولوا أقل شي سنتين وهما يحفروا وخرجوا من هذه الحفرة عشرين متر تحت الأرض المكان اللي يحفروه التينال اللي يحفروه يعني النفق اللي يحفروه ومشوا ثلاثة كيلومتر وكانوا داروا اتصال من داخل زنزانة شديدة الحراسة وجاءت سيارة فلسطينيين اخذوهم ومقلوبة ما يسمى بإسرائيل والظرفة الغربية والأماكن مقلوبة عليهم لإضافة إلى أن هذا شيء يرفع همم كل المستضعفين وخوتنا المستضعفين في فلسطين تحت الاحتلال الإجرامي هذا لكن أيضا ببعض إخواننا اللي ربما مرت يمسهم اليأس أو يمسهم البؤس أو يقول لك خلاص أو يشعر بأن الأرض انتهت والحراك انتهى عمرك ولا تيأس عمرك ولا تقنط قم بما تستطيع ما تقعدش غير تلوم وتعاتب والآخرين قم أنت بما تستطيع دير أنت واشتقدر هؤلاء لو كانوا استسلموا للسجان ولإسرائيل التي لا تقهر وسجونها التي لا يستطيع أن يخرج منها أحد لو كانوا بقاوه هناك لكن لأن هناك إرادة وعدم يأس وعدم قنوط خلهم يغيروا وخلهم يحقوا شيء يعتبر معجزة وأنا على يقين ربما أشهر أو نشوف نلقوا في أفلام أو في كيف استطاعوا هذه عموما هي بالنسبة إلينا رمزيتها خاصة نحن الآن كجزائريين في هذه الظروف العصيبة أن لا نقنط أبدا لا نيأس أبدا